بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا في الفيديو ازيكم عاملين ايه يا رب بتكونوا دايما بخير يا رب اه هنكمل جوالات نفسه التنسي الحضاري والنهاردة بقى الجولة المنتظرة اللي انتم بتستنوها واللي دايما بتسألوا عليها في كل الفيديوهات عايزين اجهزة عايزين اجهزة ودايما بجيب لكم اجهزة بس النهاردة بقى الاجهزة شكل مختلف ونوع مختلف حاجات اه تقريبا كده لم تستخدم اجهزة واستعملة بس بحالة الزيرو هتشوفوا النهاردة معانا تلاجات وغسلات وتجهزات هتشوفوا حاجات حلوة جدا كلها حاجات بالضمان كل الاجهزة اللي معانا دي معاها ضمان الشركة مش ضمان المحل او اه ضمان الشخص اللي بيبيع لأ ضمان شركته هي لسه في الضمان معانا الدي بريزر اللي انتم شايفينه ده دا بدايةا كده معانا احنا موجودين فين الاول احنا في المحلات العاش الهادي اه هتشوفوا بقى النهاردة قسم خاص بالاجهزة دي فريزر تلاجات غسلات هتشوفوا حاجات حلوة جدا وكلها حاجات يعني آآ هنقول آآ كسر كسر زيرو تمام آآ بصوا دي فريزر ده معاش هات الضمان بتاعته اللي هو لسه اسان في الضمان وكمان الكتالوج يعني ورقه كله معاه ولسه في الضمان كمان ضمان الشركة مش ضمان آآ المحل دايما بجيب لكم آآ بتبيع بضمان آآ صاحب المكان آآ لكن النهاردة آآ احنا جايبين آآ اجهزة بضمان الشركة نفسها دي آآ ده اول دي فريزر معانا ديجيتال فريش هنشوف هو تقريبا ستة درجة على ما اعتقد انا ما عددهمش آآ بس اعتقد انهما ستة درجة فيه كمان معانا التلاجة دي فريش برضو بالضمان بتاعها كل الاجهزة اللي هتشوفوها معانا بالضمان وفيه حاجات كمان بتضمانوا بالكارتونة الاتنين مع بعض بصوا التلاجة دي حلوة جدا حالتها من جوه كمان ممتازة كل الحاجات اللي هنشوفها بصراحة حالتها ممتازة يمكن آآ في حاجات كمان انت هتحسوا ان هي لم تستخدم اساسا بصوا شكلها من جوه عامل ازاي برضو معاها ضمانها طبعا فيه ناس كتير جدا كان بتسألني على الاجهزة عايزين اجهزة نكون ضمن نضمن يعني الحاجات اللي هي بتستعملها ببلقانين منها شوية اعتقد ان الحاجات دي الاجهزة دي آآ لا حصل فيها عطل ولا حصل فيها صيانة زي ما انتو شايفين بحالتها آآ استخدمت مسلا نقولوش في حاجات استخدمت شهور في حاجات استخدمت سنة او سنتين بالكتير لان حالتهم ما شاء الله عليها من جوه ومن بره حتى لو تلاحظوا البلاستيك اللي عليها من بره ما تشلش بصوا كمان التلاجة دي حلوة جدا حالتها ممتازة يعني لو انت عايزة تجيبي جهاز وآآ طبعا الجديد غالي مش قادرين نقرب ليه او مش قادرين نجيب منه تقدر تجيبي جهاز زي ده آآ يعني يعتبر بحالة بصوا البلاستيك بتاعه بيتقشر دي دي شارب آآ في كمان معانا دي فريزر ده ما شاء الله علي كبير ده برضو زانوسي ده شكله من جوه دي جيتال برضو ستة درج عندنا هنا الآآ التلاجات واللي دي فريزر الاسعار فيهم بتبدأ من اول خمستاشر الف معانا كمان التلاجة دي دي كريازي اعتقد ان الاجهزة دي هتبقى افضل واحسن من المستخدم استخدام كتير او الموديلات القديمة آآ هتبقي وغدا تلاجة تقريبا شبه جديدة زي ما قلتلكم كده هي التقريب مستعملة بحالة الزيرو يعني آآ هي مستعملة بس حالتها زي ما انتم شايفين حالة آآ يعني آآ حالتها حلوة جدا كلها موديلات جديدة وافضل ما تاخدي حاجة مستخدمة وتبقى وتعطل معاك بسرعة او يحصل فيها مشكلة بسرعة دي هتطول معاك اكتر خصوصا كمان هي لسه فترة الضمان بتاعها يمكن الاسعار بتاعتها عالية شوية بس طبعا مقارنة بالجديد فهيبقى ده افضل بكتير. دي كمان تلاجة تانية هنشوف تلاجة تانية كمان. برضو دي كريازي. هنفتحها ونشوفها. بس عندنا هنا انا جيت افتح الفريزر ما فتحش هو كان ملزوق بتعليه لزب. بصوا مش بيفتح في لزب فتحت تحت لقيت وفتح معايا. بصوا شكلها من تحت. بجد كأنها يعني ما بتهالي الكهراء بتاعتها مشتغلتش. من كتر ما هي نظيفة وحالتها ممتازة. كان نفسي افتح الفريزر بصراحة بس الفريزر آآ فيه لازم قافله. اهو. كده احنا شفنا التلاجات والدي فريزر. بصوا كمان الوانهم كمان حلوة جدا الحاجات الجديدة. كلها اشكال جميلة. سواء كانت دي فريزر او التلاجات. وكمان هندخل بقى على الغسالات. الناس اللي عايزة الغسالة الفوق عندنا تسعة كيلو. آآ الغسالات عندنا بتبدأ من تسعة تلاف جنيه. الغسالة دي معاها الكرتونة بتاعتها والضمان. لاتنين. يعني بكرتونتها وبالضمان بتاعها. طبعا الحاجات دي آآ بيبقى ليها وضع خاص يعني لما تاخذي جهاز لسه لسه في ضمان الشركة فبيبقى فيه اتمئنان كده وان انت هتاخذي حاجة ان شاء الله بازن الله كويسة ولو فيها اي مشكلة بتقدر ترجع للشركة. ومش بيلاقيها كتير يعني لها بيلاقيها عند حد آآ اي جهاز ومعاها الضمان بتاعه لسه بيبقى بالنسبة لنا حاجة لقطة مينفعش نسيبها. فيه كمان معانا الغسالة دي زانوسي. وزي ما قلتلكو التلاجات آآ والدي فريزر بيبدأوا من خمستاشر. اما الغسالات بتبدأ من تسعة تلاف. آآ في معرض العش الهادي بتلاقوا اجهزة كتير يعني آآ انتوا بقوا حزقوا لما كل ما تنزلوا هتلاقوا اجهزة مختلفة. يعني هو بيحاول دايما بتكون عنده الاجهزة دي اللي انتم شايفينها. آآ الجهاز يبقى معاها الضمان بتاعه. حالته آآ هنقول كسر زيرو. او نقول آآ مستعمل بحالة الزيرو. ايا كان المسمى فبس هو بيجيب اجهزة. حالتها نظيفة جدا 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 جدا. ما تفتحتش محدش آآ ما تصلحش فيها حاجة. آآ كمان معاها الضمان بتاعها. وساعات بتلاقوا حاجات بالكارتونة بتاعتها كمان. يعني تلاقوا الجهاز بكارتونته وبضمانه. ودي من الحاجات اللي بتميزهم بصراحة. دايما بشوف عندهم اجهزة كتير واجهزة كلها آآ حالتها ممتازة. ده كمان معانا بوتاجاز فريش. خمسة شعلة. شفنا الغسلات الاوتوماتيك والفوق اوتوماتيك. هنشوف بقى كمان آآ في عندنا خزن. الناس اللي حابة الخزن عندنا الخزن اللي هدي الخزن دي جديدة. هنفتح واحدة وهتشوفوها جديدة تماما يعني لم تستخدم. آآ الخزن الصغيرة بتلات تلاف وكبيرة بتلات تلاف وستمائة جنيه. دي تقريبا قال لي خمسين سنتي كبيرة. هو هنا بيحاول يفتحها بس آآ الباسورد بتاعها كانت تغير. بس هنفتحها برضو ونبص عليها من جوه لان هي فعلا كلها حالتها جديدة. لو في اي اجهزة معينة انواع معينة عايزينها خليكوا دايما على تواصل مع آآ آآ استاذ محمد هيقول لكم على الحاجات اللي بتيجي اول باول ويتقدروا تتبعوه برضو عشان آآ موضوع الاجهزة ده بيخلص عنده بسرعة وبيجيلو حاجات كتير. بصوا الخزنة من جوه عاملة ازاي? جديدة تماما. زي ما قلتلكو الاجهزة بتيجي كتير عنده وبتخلص بسرعة. فاللي بيحتاج حاجة ياريت اتواصل معاه او لو انت عايزة حاجة معينة بتبعيه لحد ما بتلاقي الحاجة اللي انت عايزها. لانه عنده على طول بتنزل الاجهزة بالوضع ده. آآ هنشوف بقى مع بعض كمان آآ بيوهات كده شكلها شيك وزريف. وهنشوف كمان كونسول آآ كان شكله حلو قوي. برضو قلت جمعها لكم مع الاجهزة عشان تشوفوها حاجات حلوة جدا. معانا اول حاجة البيو الجميل الزيت ده. ده رسم زيت. شكله طحفة وحاجة شيك جدا وجميلة. بيوهات آآ اللي بيبقى مرسومة عليها زيت. دايما بتسائل عليها وآآ هي بيبقى وجودها نادر شوية. فده قطعة منها. رسومات اللي عليها حلوة جدا. وبرضو من الجناب آآ في برضو نفس الرسومات. طبعا كل اللي حواليها ده شغل حاس. ده شكله من الجنب. طحفة بصراحة. في كمان البيودة. طبعا انا سايبه لكم ارقام التليفونات عشان لو حابين تتواصلوا معاهم عشان اي استفسار او عايزين تشوفوا اي حاجة او تعرفوا اي حاجة تقدروا تتواصلوا معاهم. آآ المحل موجود آآ في مبنى الف الدور الارضي. آآ والتليفون عندكم عشان توصلوا بكل سهولة. ده كمان كان شكله حلو جدا. وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. وتنسوش بقى لو الفيديو عجبكم. لايك وشير للفيديو. لأقول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة. وكمان ما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيكتاك وتليجرام. وكل اللينكات دي في الديسكريب شات بوكس. اشوفكم في جولة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.